السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام كل يسمعني. اه قراءة للصف الرابع. درس المحرسة والتعبير الكتابي صفحة تسعة وتسعون. انوان التعبير المكتبة المدرسة. بدأينا في الكتاب الوزاري. اه عبارات او نقول جمل. هنقوم بترتيبها. ترتيب الصحيح. اه نقرأها مرتبة. وبعدين نكتب موضوع الانشاء. نحزف الترقيم ونكتب موضوع انشائي. رقم واحد. ترتيب الصحيح. رقم واحد. انا احب اصدقاء مكتبة المدرسة. لاني ازور اه ازور المكتبة دائما واستعير الكتب التي تفيدت. التي تفيدني. اثنان. اذا دخلت قاعة المكتبة. اذا دخلت قاعة المكتبة احافظ على الهدوء والنظام واقرأ بصمت. ثلاثة. ومن واجبات اصدقاء المكتبة مساعدة مسؤول المكتبة وارشادة تلميذ للمكتبة المناسبة. اربعة. ومن واجبي ان انصح زملائي بالمحافظة على الكتاب لانه ملك الجميع. خمسة. نحتفل كل عام بالاسبوع الثالث من تشرين الاول باسبوع المكتبة. رتبتم الترتيب الصحيح. كده رقم واحد. دي رقم واحد. هنا دي بعدها كده خمسة. اتنين. اربعة. ثلاثة. بعد الترتيب نكتب هذا الموضوع بهذه الطريقة ولكن نحزف الترقيم ونكتب الجملة المرتبة ووراء بعضها يعني كل جملة وتليها الجملة التي تليها. او وراها الجملة اللي بعديها يعني. في البداية عنوان التعبير. هنا عنوان التعبير مكتبة المدرسة نكتبه في نصف السطر او رسطرة القراغ مسافة كلمة. انا احد اصدقاء مكتبة المدرسة لاني ازور المكتبة دائما واستعير الكتب التي تفيدوني. هنا اضع فاصلة واضع نقطة بين الجملة والاخرى اضع فاصلة ونقطة. انا اضعت فاصلة. انا احد اصدقاء مكتبة المدرسة لاني ازور المكتبة دائما واستغير الكتب التي تفيدني. فاصلة اذا دخلت قاعة المكتبة احافظ على الهدوء والنظام. احافظ على الهدوء والنظام. واقرأ بصمت. اضع فاصلة بعدها جملة ثالثة. من واجبات اصدقاء المكتبة مسعارة مسؤول المكتبة. وارشاد التلاميذ الى الكتب المناسبة. فاصلة. ومن واجبي ان انصح. من واجبي ان انصح زملائي بالمحافظة على الكتاب لانه ملك الجميع. اضع فاصلة. اخر جملة رقم خمسة. نحتفل كل عام بالاسبوع الثالث من تشرين الاول. باسبوع المكتبة. من تشرين الاول باسبوع المكتبة. اضع نقطة خالص في الاخير خالص. اضع نقطة. في بنت الانتهاء من الانشاء. يعني تعبير او الانشاء يبدأ بفريغة. ينتهي بنقطة. يكتب موضوع الانشاء بهذه الطريقة. شكرا جزيلا والى اللقاء.